تقرير الذهنية لعقود طويلة ترسم في مخيلة العرب وغيرهم أن لا أمل في التغيير ولا حياة في جسد أنهكته الحروب والنزاعات وألجمته الأزمات الاقتصادية من أن يثور بوجه الحكام لينشد الحرية أو يطالب بالكرامة تقرير التنمية البشرية العربي الأول عام 2002 حدد أن المشكلات التي تعترض عملية التنمية في العالم العربي تعود أساساً إلى المساحة المحدودة لممارسة الحريات السياسية والاجتماعية وبعد نحو عقد من صدور هذا التقرير انتفضت بعض الشعوب العربية تعبيراً عن مظالمها التي تمحورت أساساً حول الإخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتقييد المساحة المتاحة لممارسة الحريات السياسية وسرعان ما تحولت إلى المطالبة بإسقاط الأنظمة بكل أشكالها استطاعت الموجة الأولى للثورات العربية عام 2011 من كسر حاجز الخوف تجاه السلطة الحاكمة حيث أعرب المواطنون عن تطلعاتهم من خلال إطلاق شعارات تدعو لحياة أفضل لكن الانتفاضة العربية بموجتها الثانية مثلت حراكاً أينعت ثماره ومنها ما ينتظر قطار التغيير في طريق محفوف بالمخاطر خروج المواطنين خصوصاً الشباب في دول عربية متعددة تبدو مختلفة في النظم السياسية الحاكمة فيها للتعبير بطرق شتى عن رفض نفس المظالم ما يمكن وصفه بالموجة الثانية من الثورات غير أن هذه المرة جاء التعبير في شكل بلورة أهداف وآليات سياسية أكثر تحديداً ووضوحاً بما قد يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر نضوجاً في التحول نحو الديمقراطية ففي السودان وتونس والجزائر إلى حد ما قطفوا بعض ثمار ثورتهم أما في العراق ولبنان فرفض الطائفية السياسية كان السمة الأبرز للانتفاضة الشعبية التي تعد من عاجل البشارات فضلاً عن الاستقالات التي قدمت هنا وهناك السلسلة الطويلة من الجزائر إلى السودان ومن العراق إلى لبنان التي امتدت في احتجاجات وانتفاضات وثورات تمد بعضها البعض بالزخم والأفكار والأساليب تخفت في مكان لتظهر في آخر ما دفع الكثير من الأنظمة السياسية إلى الارتماء في أحضان التطبيع مع الكيان الصيوني بشكل رسمي كالمستجير من الرمضاء بالنار 2019 عام انقضى بثورات وانتفاضات وتظاهرات شكلت انعطافات لدى الشعوب والأنظمة العربية لكن ثمت تحولات وانعطافات أخرى تنتظر دورها في العام 2020 لترسم خارطة جديدة لا زالت معالمها في سجوف الغيب ترجمة نانسي قنقر